اشتركوا في القناة 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 فعشان هيك بتروح بتسمعوا اذا انت حابب تسمعوا الان اللي ما بيعرف طالعه ما يكتب عشان انا اطلع له طالعه لانه استخراج الطالع يعني انا في عندي مهام مش سهل اني انا اقعد استخرج الطالع لكل واحد في اشخاص على القناة يعني اعضاء موجودين هدولا بساعدوا بعد مرات لاستخراج الطالع انا عشان اسهل عليك المعلومة في صندوق الوصف انا حاط لك رابطين رابط بشرح لك موقع وديك على موقع عشان تستخرج منه طالعك ورابط بشرح لك كيف تستخدم الموقع هات اذا انت ما بتعرف لا هاي ولا هاي حاط لك رابط في جدول بتقدر من خلال الجدول تاخد لاقرب منزل الات طالع تبعك وصفات الطالع موجودة برضو بتقدر انت تسمعها وتتأكد انه هذا بنطبق عليك ولا ما بنطبق عليك خلينا عشان ما نطيل المعلومات خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية اول اشي عشان نحكي عن وضع الكواكب برج العذراء طبعا قبل ما نبدأ ما اوعد سبه عليك انه شوي في بعض الامور الصادمة او بعض الامور الضاغطة اللي راح احكيها فانه تقوله سلبي وانت عمرك ما حكيت اشي ايجابي الفترة هاي ارجع لكل سنة في نفس التوقيت شهر اه عندك نهاية شهر سبعة او شهر سبعة او شهر ثمانية هم اكثر شهرين بكونوا ضغطات عليك دائما فعشان هيك الفترة هاي بدك تكون حذر بانه هو الاشي الشمس الان بدك تنتقل من السرطان اللي كانت منتحسة وكانت مؤثر عليك سلبيا بدك تنتقل للأسد اللي هو بيت متاعبك فعشان هيك راح يكون فيه امور بدك تكون حذر منها هذا بيت المتاعب فبدك تكون جاهز لأي امور طارئة او تعطيلات او امور ممكن تفشل في اخر لحظة او يخيب املك في بعض المسائل في اخر لحظة ممكن طالعك يساعدك في بعض المسائل ويكون ايجابي ولكن الاغلب راح يعاني من الركود والمشاكل والخلافات والتعطيلات ونهاية صفحة كتاب او طي كتاب سنة كاملة اللي هاي الغربة اللي احنا منسميها او غربلة السنة كاملة انت بتنهي فيها قاعد عشان تبدأ من يوم عيد ميلادك السنة الجديدة فعشان هيك يبدك تكون حذر الفترة هاي من كل التقلبات حتى على المستوى الصحي ماشي عطارد موجود في بيتك 11 ممكن يساند شوي او يعطيك طاقة شوي في بعض المسائل او علاقاتك او اصدقائك يدعموك في بعض المسائل ممكن تشعر ببعض الايجابيات من فترة لاخرى ولا وحركة القمر بتساعد في بعض المسائل ولكن اجمالا الفترة هاي بدك تكون حذر منها اما بالنسبة للزهرة فهي بتدعمك على مستوى العمل او عمل جديد او علاقة مع اشخاص بتستغلها او دعم في مسألة معينة وممكن تحقق انجازات رائعة بالفترة هاي اذا استغلتها على مستوى السمعة وعلى مستوى علاقاتك وعلى مستوى العمل عندك المريخ بدعمك على مستوى الاموال المشتركة يعني بحركك باتجاه الو علاقة بالاموال المشتركة او القروض او الديون او ايجاد حلول جراءة في امور الها علاقة بالاموال المشتركة منها الها علاقة بالبنوك او بالضريبة او بالتأمين او حتى بالميراث ولكن اهم اشي انك مات بالغ بفرض السلطة على الحصول على اموال مش من حقك اما بالنسبة الى الجدي طبعا اللي موجود فيه المشتري وبلوتو وزحل وهذا بيتك الخامس بيت العاطفة فهو اللي خلل شوي انك تحس بالفترة الماضي انه ما في حضوض بدعمك بدك تتعب عشان تحصل على النتائج ايجابية وتكون لصالحك فعشان هيك يسهل انك تحصل على الشيء وسهل جدا تخسر اشياء وبرضو احدثت بعض المشاكل على المستوى العاطفي او تقلبات عاطفية وفي بعض الاشخاص من برج العذراء انها علاقة عاطفية حتى لو كانت طويلة المدى اما بالنسبة لنبتن موجود في البيت السابع وهذا خلى فيه نوع من انواع الشكوك او خلى فيه اشياء من الوسواس او الغيرة على الشريك شريك المال او العاطفي يعني ما بين الازواج شك بالخيانة شك بعلاقة شك فيه نبطة لحب هاي الامور داخلت بالفترة هاي ونمت مع تراجع نبتن برضو عززت النقاط النقطة هاي وخلت فيه عندك شكوك عالية اما بالنسبة لأورانوس طبعا هو اللي بيحدث مفاجآت وتقلبات سريعة على مسألتين اما ايجابية او سلبية اما على مسائل اللي لها علاقة بالتعليم او بالدراسة او بالجامعات او بتخصص معين او بنتيجة دورة معينة او جابت لك دورات بشكل ايجابي او حققت انجازات على مستوى الاستراد والتصدير يعني تدعمك بشكل مفاجئ والتقلب الثاني اللي هي سلبية على كل ما ذكرنا خيبات امل او رسوب في امتحان او مشاكل على مستوى التعليم او على مستوى الاستراد والتصدير خلينا نشوف القمر ايش بيحكي لك الاسبوع هذا عشان تاخذ ايش يعني ايش الايجابيات وايش السلبيات وتحذر من ايش وتتصرف بايش من صباح اليوم الخميس وحتى عصر يوم السبت القمر بيكون موجود في الجوزة بتكو تحافظوا على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم افضل ما لديك لعلك تحقق انجاز او تحرز تقدم مفاجئ لا تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن لقاء او وضع احد افراد الاسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جدا ويعني وبتكون اسهل واقل ارباك اذا كنت انت جاهز من عصر يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالسرطان عشان هيك بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة اهمش انكم تتجنبوا الانتقاد او انتقاد احدهم بناسبك العمل من ضمن مجموعة من الزملاء او الاهل انت بحاجة للتحالفات بالفترة هاي بتفرح لتفهم الاخرين لا اليك وبتحصل على تأييد وبتشارك في ورشة عمل من مساء يوم الاثنين وحتى منتصف ليل يوم الاربعاء على الخميس القمر بصير موجود في الاسد فعشان هيك بسيطر التعب عليكم حاول تنظيم امورك والمحافظة على صبركم المعهود اثناء تصريف اموركم وتعامل مع الغير حاذر الافكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب امالك او يعني تتأخر اعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم قرار ولا تكون لجوج في هاي الفترة لانه الحظ ممكن انه يخذلك من ليل يوم الاربعاء على الخميس وحتى منتصف يوم حتى فجر يوم السبت القمر بصير موجود عندك بالعذراء عشان هيك بتبلش من هنا مرحلة جديدة بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الامور بتكون مميز بادائك الفترة هاي واعدة بخبر او تسوية او انطلاقة في مرحلة جديدة بتطرح افكار جديدة وبتجتهد على انجاح مشروع جديد الفترة هاي حاسمة فيها نوع من انواع الوضوح في الافكار برضو فيها نتائج ايجابية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء